اليمن انضمت لكوريا الشمالية ودخلت في الحرب البرية المباشرة ضد أوكرانيا هذا الأمر أصبح واضحا مما نشير يوم أمس من قبل الفانانشل تايمز البريطانية ونقلتها أيضا يوكراين تادي وتفاصيل مشابهة لما نشير في الفانانشل تايمز أساسا نشرت في سبتمبر من هذا العام قبل شهرين تقريبا من قبل اليمنية جديدة الأمر مرتبط بعبد الولية جابري وهو قيادي حوثي سابق وكان أساسا أو قيادي حوثي معروف أساسا وكان عضو في مجلس النواب اليمني سابقا هذا الرجل هو صاحب شركة الجابري للخدمات السياحية الموجودة أساسا في عمان وتحديدا في صلالة هذه الشركة حققت اتفاقا في سبتمبر مع الجانب الروسي وهذا الاتفاق هو مبني على أساسا تقوم هذه الشركة بتجنيد مقاتلين يمنيين لكي يقاتلوا مع الجيش الروسي ضد أوكرانيا وهذا ما تم الاتفاق عليه في سبتمبر في الشهرين الماضيين كما تحدثنا ومقابل مبالغا مهمة ومجزية وهذا هو الذي استغلته أساسا هذه الشركة واستغلت اليمنين الذين يعملون في عمان في المطاعم في الشركات وفي البوفيات وقالوا لهم بأن هناك فرصة في روسيا للعمل والحصول على مبالغ جيدة جدا فأن هناك شركة أمنية تريد حراسا في روسيا وكل ما هو مطلوب منكم أن توقعوا على هذه الأوراق وإن قبلتم بهذه الصفقة فأنتم ستتحصلون على عشرة آلاف دولار في بادي الأمر بعدها 2500 دولار في كل شهر كراتب شهري طبعا هؤلاء اليمنين وافقوا بالمئات على هذه الصفقة وقعوا على الأوراق المطلوبة منهم وصلوا إلى روسيا وتفاجأوا بأن هناك ملابس للجيش الروسي تنتظرهم وقال الجانب الروسي بأن هذه الملابس هي لحمايتهم فقط ولكن فجأة وجدوا أنفسهم يتنقلون من معسكر إلى آخر خضعوا للعديد من التدريبات وبعد ذلك وجدوا أنفسهم فجأة في الجبهة الأوكرانية وهم يقاتلون الجيش الأوكراني لا بل أن الجيش الأوكراني قتل الكثير والكثير من هؤلاء اليمنين في هذه المعركة التي نتحدث عنها وما هو مثير بهذه المسألة أن هناك مقاطعا بالصوت والصورة لهؤلاء المقاتلين اليمنين وهم يتحدثوا باللهجة اليمنية بشكل واضح ولكنهم يرتدون الملابس الخاصة بالجيش الروسي ونشرتها العديد من المصادر المهمة والموثوقة مثل فرانس نيوز 24 وغيرها من هذه المصادر بتصوير من قبل هؤلاء الجنود بأنفسهم ونلاحظ هنا كيف أنهم يتحدثون ويشكون من الوضع الصعب الذي يمرون به في المعركة نستمع حليلا لهذه المقاطع خشبة طولها يعني ما أقول لك يعني الروسية من وزارة الدفاع يقولون أنتم ليس جنود ولا أي شيء لكن ستحفرون خنادق وتدافعون على مفوسكم والآن نحن في كورانيا فالقام الجبري لا بل كنا أيضا أمام عدد من الصور الواضحة التي نشرت لهؤلاء المقاتلين أيضا اليمنيين والذين يرتدون أساسا ملابسا في حقيقة الأمر في أكتوبر كما تلاحظون هنا للجيش الروسي ويعتقد بأن هناك العديد منهم قد قتلوا في هذه المعارك وفي نوفمبر أساسا كان هناك إعلانا لأحد المقاتلين أيضا اليمنيين وهو أحمد رشاد الجعفر يبلغ من العمر 19 عاما وهو من محافظة إبا اليمنية أيضا قتل خلال هذه المعارك بالتالي في نوفمبر كان أعلان وكذلك أيضا في أكتوبر وأيضا أن هناك حالة مختلفة من حالة شركة الجابري التي نتحدث عنها هناك حالة لليمنين الذين هم يحملون جنسية روسية أو كانوا طلابا أساسا في روسيا وتطوعوا في هذه المعارك أي أن المسألة ليست مدفوعة من قبل الحوثيين على سبيل المثال ما ظهر في يونيو من مقتل أحد اليمنيين من حملت الجنسية الروسية وهو دبلوماسي سابق يمني وهذا الرجل هو أحمد السهمي قتل في هذه المعارك كذلك أيضا في مايو كان هناك الكناني أسعد الكناني قد قتل في هذه المعارك أيضا وتم تتويجه من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلقب بطل روسيا ومنحه كذلك وسام الشجاعة طبعا لعائلته أيضا أن أول يمني أساسا قد قتل في هذه الحرب الروسية الأوكرانية كان في ديسمبر من العام الماضي عام 2023 وهو الزبير زيادة الذي ترونه هنا وكذلك قام بوتين بمنحه أيضا هذا النوط المهم ألا وهو بطل روسيا وبالتالي هناك منهم أساسا لديهم الجنسية الروسية وتطوعوا في الجيش وقاتلوا لكن القضية التي نتحدث عنها اليوم من شركة الجابري هي مختلفة تماما وفيها الدفع للعناصر المقاتلة في داخل الأرض التي نتحدث عنها وهي طبعا الأراضي الأوكرانية في ظل رغبات كبيرة لتحويل العديد من الأمور التي تجري في هذه المعركة مع وجود كذلك المقاتلين الكوريين الشمالين مع أسلحتهم في هذه المعركة وما هو مثير بهذه المسألة هو أن هذه التفاصيل وتوقيع هذا العقد في سبتمبر كان قد لحقه وكان بجانبه وكان هناك تقريرا آخرا أيضا في سبتمبر نشر من قبل وكالة رويتس فجأة ذكرت بأن الآن إيران تحقق صفقة ما بين روسيا وبين جماعة الحوثي لكي تتحصل جماعة الحوثي على صواريخ متطورة من قبل الجانب الروسي لاحظ التاريخ متطابق هنا بين الصفقة وبين إرسال الأسلحة أي بمعنى آخر هنا بأن الجانب الروسي يتحصل على هؤلاء المقاتلين اليمنين في هذه المعارك ويقومون بإرسال أسلحتهم المتطورة لجماعة الحوثي كيف يقوموا بإرسالها ترسل إلى إيران وإيران تقوم بإرسالها عبر المياه الإقليمية والدولية مباشرة لجماعة الحوثي لكي تتحصل عليها جماعة الحوثي وتستفيد منها طبعا في المعارك التي تخوضها خاصة وأن جماعة الحوثي يتوقع بأنها ستعرض إلى ضغط كبير هناك حلف كبير ضدها هي الطرف الوحيد القوي المتبقي مقارنة على سبيل المثال بما جرى مع حزب الله اللبناني وكذلك حركة حماس وبالتالي هناك توقعات بأن الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ستضع ضغطا كبيرا للغاية على جماعة الحوثي وبالتالي من مصلحة إلى إيران أن تكون هناك تقوية وقدرات أكبر عسكرية وصاروخية يتتمتع بها جماعة الحوثي في مشاغلة وللمشاغلة بشكل أكبر لهذه المنطقة والإبقاء عليها مسيطر في مضيق باب المندم أن يكون هناك سيطرة كبيرة عليها وذلك لأن الجانب الإيراني يكسب الوقت هنا من أجل التفاوض التفاوض حول ماذا؟ التفاوض حول المسألة النووية وذلك بسبب أن دونالد ترامب فاز في الانتخابات الأمريكية ودونالد ترامب من الممكن أن يحقق اتفاقية مع الجانب الإيراني وإيران بدأت تخوض بهذه المفاوضات لكن إيران ترى تماما بأن الجبهات ووضعها بدأ يتغير بالتالي هي بحاجة لإبقاء الحوثيين أقوية في هذه المعركة بالتالي هي نفس الصفقة التي جرت مع الجانب الكورية الشمالي الذي أيضا دخل لهذه المعركة في كورسك في لوغانسك في الدومباس بشكل عام في خاركيف أيضا بعض التقارير تحدثت بأنهم متواجدين في هذه المناطق وبالتالي بالنسبة للخارطة الآن أصبحت معقدة للغاية المسألة ليست فقط لاستغلال الأمور من قبل إيران لكسب الوقت لا أبدا بل هي أيضا للجانب الروسي للاستفادة من هؤلاء المقاتلين والزخم البشري في المعارك التي تجري في أوكرانيا حيث أن روسيا تعلم تماما أن وجود دونالد ترامب سيضع ضغطا على من؟ على الحكومة الأوكرانية بأن عليك التوقف من هذه الحرب سيكون هناك توقفا أيضا واضحا للمال على الجانب الأوكراني وكذلك أن حلف النيتو ليس واضحا ما إذا كان سيكون قادرا على الاستمرار في دعم أوكرانيا وأن يتحد على سبيل المثال رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة وروسيا تعلم تماما بأنها في وضع جيد في هذه المعركة هي تسيطر على لوغانسك بالكامل وتسيطر أيضا على الجزء الأكبر في دانيتك تقريبا 80% من الدونباس هي تحت سيطرتهم وجانب الأوكراني لا زال موجود ويقاتل في دانيتك كذلك في زاباروجيا وأيضا في خيرسون على الجهة الأخرى من النهار لكن الوضع طبعا يصف في مصلحة الجانب الروسي بالتالي روسيا هنا تعلم أن أي ضغط كبير من الولايات المتحدة والنيتو أو غيرها فأن هذا سيوقف إطلاق النار وبالتالي قد يكون هناك ضغطا من المعارضين للحكومة الأوكرانية والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أن تظهر المعارضة لهذا الحكم الأوكراني الذي يميل طبعا لحلف النيتو وأن تراهن روسيا أن تنتصر في هذه المعركة وأن تأتي هذه الأطراف الموالية لروسيا وأن تنقلب وبالتالي أن يكون نظاما جديدا نظام موالي لروسيا كما كان عليه الوضع سابقا قبل كل ما جرى في شبه جزيرة القرم في عام 2014 وكانت هناك ثورة أو انقلاب كما يطلقون عليها وبالتالي الرهان الروسي واضح في هذه المعركة وروسيا بشكل عام الآن تستغل فترة البطل عرجاء حتى تسلم دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية هم يضغطون بشكل كبير في دانيتك وكذلك يضغطون أيضا على كورسك التي تقدمت فيها القوات الأوكرانية ونلاحظ هنا وبشكل سريع إذا متجهنا إلى الخارطة الأوكرانية سنلاحظ أن هذه المنطقة فيلكا نوفسيلكا والمناطق القريبة منها هنا تتقدم بها القوات الروسية بشكل كبير ونلاحظ هنا على سبيل المثال منذ الأول من نوفمبر حتى يومنا هذا لاحظ كيف تقدمت القوات الروسية لاحظ هنا في وسط نوفمبر ولاحظ كيف الروسية تقدمون في هذه الجبهات التي نراها ووضعوا طبعا عددا من النقاط تحت النار فيلكانا فوسيلكا أصبحت تحت النار وكذلك كورخوفا أيضا تحت النار وكذلك أيضا بوكروفيسكا أيضا تتعرض إلى ضغط كبير للغاية بالتالي القوات الروسية واضح تحاول غلق هذه المناطق من أجل السيطرة عليها ودفع القوات الأوكرانية في نهاية المطاف أن تنسحب من هذه المناطق وطبعا هذا يعني أن روسيا ستكون قريبة للغاية من الحدود الإدارية لدانيتك تقريبا الحدود الإدارية قريبة من هذه المنطقة لاحظ هذه بعض الحدود الإدارية في هذه المنطقة بالتالي بالنسبة للقوات الروسية فعلا هي قادرة على الاستفادة من هذا الوضع الآن وبدأت تتقدم بسرعة خلال هذا الشهر حتى أننا نرى تشازيفيار أيضا أن القوات الأوكرانية تقدمت فيها كثيرا وأصبحت داخل هذه المدينة التي تبدو من بعض الصور بأنها مهجورة تماما وطبعا السيطرة عليها هو سيعني وضع ضغط على هذه المناطق الرئيسية من كوستانتينيفكا وحتى سلوفيانسك وإنما تمكنت القوات الروسية من السيطرة على تشازيفيار ستكون هذه نقطة انطلاق باتجاه هذه المدن التي ستعني السيطرة على ما تبقى من السيطرة على الحدود الإدارية لدانيتك ويعني السيطرة تقريبا بالنسبة 100% على هذه المنطقة ولا بد من الانتباه أيضا إلى كورسك ففي كورسك هنا في هذه المنطقة كان هناك تغيرا أيضا كبيرا في طبيعة التقدم الروسي خلال هذا الشهر تحديدا دعونا نعود الآن إلى شهر نوفمبر إلى الأول من نوفمبر واضح جدا مع الصفقة مع جماعة الحوثي ووصول القوات الكورية الشمالية تغيرت الكثير من الأمور هنا نقترب قليلا من هذه الصورة ولاحظ كيف كان الوضع وكيف تغير الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية لاحظ كيف روسيا دفعت القوات الأوكرانية واللون الأزرق هو تقدم القوات الأوكرانية في الأراضي الروسية قد تغير فعلا كما نلاحظ هنا وضعفت طبعا المنطقة بأكملها لا بل إن القوات الروسية لازالت تشكل خطر على السيطرة الأوكرانية في هذه المنطقة تحديدا في هذه النقطة بعد سيطرتهم على هذه المنطقة الصغيرة التي نراها هنا كانت قد ظهرت لقطة ويتم رفع العلم الروسي فيها وهي منطقة ليست بالبعيدة أبدا على الحدود طبعا مع الجانب الأوكراني وهذه الصورة هي التي كانت قادمة من طبيعة هذا المقطع المصاورة الذي ترونه العلم الروسي تم رفعه طبعا في هذه المنطقة وظهرت طبيعة دمار هذه النقطة التي كنا نراها قبل قليل تلاحظ من خلال هذه الصورة الآن إذا ما حددنا هذا الموقع من هذه المباني ومن هذا المستودع الكبير وهذه أيضا نقطة مراقبة على ما يدو نتجه الآن للقمر الصناعي لنفس هذه المنطقة هذه هي كورسك التي نراها وسنقترب من النقطة التي كانت ظاهرة من خلال الديب ستيت من خلال خارطة أوكرانيا وطبعا بالالتفافة ب180 درجة سنجد أنفسنا أمام نفس النقطة التي كانت ظاهرة أمامنا تلاحظ هذه هي نفس المباني المستودع الكبير وهذه هي النقطة الأمنية التي كانت ظاهرة أمامنا بالتالي الجانب الروسي فعلا سيطر على نقطة تبعد تقريبا 3.19 كم فقط من أجل الوصول للحدود مع الجانب الأوكراني والتقدم والاستفادة من كل الظروف التي تجري في هذه المعركة إذن نحن أمام فعلا دخول الآن من اليمن الآن في هذه المعركة بطريقة مخادعة أو إن كان البعض ذهب بإرادة منه في هذه المعركة المسألة الواضحة الآن بأن هناك مئات من المقاتلين اليمنين والكوريين الشماليين يقاتلون ضد أوكرانيا اشتركوا في القناة